في المقبل أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو أنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران هذا وأوردت صحيفة يدعوت أحرانات أن إسرائيل بدأت تعزيز إجراءتها الأمنية حول كافة البعثات الدبلوماسية في أنحاء العالم وذلك بعد اغتيال هنية من جهتها ذكرت صحيفة جورزالين بغوست الإسرائيلية أن المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية كان قد نشر صورة لهنية مكتوبا عليها بخط كبير كلمة تم القضاء عليها وبعد بضع دقائد تمت إزالة الصورة من حساب الفيسبوك وأشارت وسائل الإعلام العالمية بالفعل إلى المنشور باعتباره تأكيدا رسميا على مسئولية إسرائيل عن هذا الهجوم ترجمة نانسي قنقر